تحية متجددة مشاهدنا وأهلا بكم إلى حديثي الصحافة أين سنجول بين أهم ما صلتت الضوء علي السلطة الرابعة سواء وطنيا مغاربيا وحتى دوليا والمستهل بصحف الجزائرية في رسالة لطمأنة زبائن الجزائر الأوروبيين لتموينهم بطاقة الغاز حول استمرار الإمدادات وبالكمية المتفق عليها خاصة في هذا الظرف الذي يشهد تصاعد الأزمة الأوكرانية التي تلقي بظلالها على أسواق الغاز في أوروبا في حال قررت روسيا وقف إمداداتها للقارة العجوز أكد رئيسها الجمهورية عبد المجيد تابون أن الجزائر بلد موثوق فيه في مجال التزويد بالغاز الطبيعي بهذا الخصوص كتبت جريدة الجزائر الجديدة مقالا تحت عنوان الجزائر تطمئن زبائنها الأوروبيين حول تموين بالغاز ففي خطاب ألقى خلال افتتاح أشغال القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز أمسن ثلثاء بالعاصمة القطرية الدوحة أكد الرئيس تابون على ضرورة إيجاد حلول تكنولوجية فعالة لتحسين جودة الغاز الطبيعي من أجل ضمان التنافسية مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداده لتجنيد معهد الأبحاث في الغاز الموجود في الجزائر لرفع التحدي غادر رئيسه الجمهورية السيد عبد المجيد تابون أمسن العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة وهو ما ورد بذاتي الجريدة تحت عنوان الرئيس تابون يحل بالكويت في زيارة رسمية تدوم يومين وجاء في الخبر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون حل ظهر أمسن ثلثاء بدولة الكويت في إطار زيارة رسمية تدوم يومين وكان في استقبال الرئيس تابون بالمطار الأميري ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين في الدولة وتهدف هذه الزيارة حسب بيان لرئاستها الجمهورية إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصل الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين وبخصوص العلاقات الجزائرية الصينية أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الثلاثاء محادثات عن طريق التحاضر المرئي مع نظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني لجمهورية الصين الشعبية السيد ليزا هانشو حسب ما أفد به بيان للمجلس وهو ما ورد بجريدة الحياة العربية تحت عنوان تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة للبلدين الجزائر الصين حيث أكد في مستهل المحادثات أن الجزائر حريصة على موصلة تعاونها الاستراتيجي مع الصين موضحا أن تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة سيكون إشارة انطلاق نحو نسق جديدة ومنتعش من التعاون البرلماني المثمر التقى رئيس مجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجلس زعلاني أمس سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب وهو ما كتبت عنه جريدة الخبر مقال تحت عنوان السفير الصحراوي يستعرض أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة المحتلة وجاء في التفاصيل أن السفير استعرض خلال لقائه الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وقدم السفير الصحراوي عرضا مفصلا حول مختلف جوانب السياسة المنتهجة من طرف الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من تنكيل وترهيب وحصار مشدد للبيوت على غرار عائلة السلطان خية إلى جانب عمليات الاختطاف والاغتيالات والتصفية التي آخره اغتيال لحبيب غريشي بمدينة الداخلة المحتلة والآن مشاهدنا إلى أهم تدولة الصحف المغاربة من أنباء والمستهل بالشأن الليبي وكما نعلم أن الباشاغة بدأ الأسبوع الماضي مشاورات موسعة لتشكيل حكومته الجديدة في حين لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة متمسكا بموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة لكن الباشاغة يصاعد ويتحدى وهو ما أشارت له شبكة بوابة الوسط الليبية نقلا عن مكتب باشاغة قوله التشكيلة الحكومية ستقدم في موعدها وتراعي الكفاءة حيث أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتح باشاغة أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفعالة دون أي عقبات مشددا على أن التشكيل الوزرية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة مضيفا أن التشكيل الوزرية سوف تقدم إلى مجلس النواب لنيلي الثقة في موعدها المقرر وهي المدة الزمنية المحددة في قرار التكليف إلى الشأنية تونسي سعيد تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون عنوان ورد بجريدة الصباح التونسي أين استقبل رئيس والجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء مؤكدا مرة أخرى حرصه على استقلالية القضاء والقضاة كما أنهم مطالبون بتطبيق القانون ولا يمكن أن يحل القاضي محل المشرع في سن القوانين والآن إلى أهم المواضيع التي سلطت عليها الضوء الصحف العالمية إلى الملف الأوكراني وتصريحات بوتين المثيرة للجدل وهو ما تناولت جريدة الشرق الأوسط نقلا عن اتفاقات وسلام في أوكرانيا لم تعد موجودة وجاء في الخبر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن اتفاقات السلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا لم تعد موجودة مضيفا أن اتفاقات مينسك لم تعد موجودة الآن مع الاعتراف بجمهوريتين دونيتسك ولوغانس الشعبيتين حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية ورأى أن الحل الأفضل لوضع حد للأزمة مع أوكرانيا يكمن في أن ترفض سلطات الحاكمة في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي وأن تختار الحياد وربط دخول الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية لدعم الانفصاليين بالتطورات الميدانية جاء هذا بعدما صادق البرلمان الروسي أمس على الاتفاقيات التي وقعها بوتين مع قادة المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا غدد إعلانه الاعتراف باستقلالهما وتوجيهه الأمر بحفظ السلام فيهما ونبقى مع الحدث الأوكراني بايدن يعلن الدفعة الأولى من عقوبات روسيا ويستهدف البنوك والديون السيادية خبر ورد بجريدة القدس العربي أين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمسنا ثلاثاء عن الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا بسبب ما قال إنه بداية غزو لأوكرانيا وتعهد بفرض عقوبة أشد إذا واصلت روسيا عدوانها أيضا مشاهدين الآن إلى الكاريكاتير ختم جولتنا الإخبارية شكرا لكرامي الأسغاء والمتابعة إلى اللقاء شكرا لك